اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام والذي سوف يكون له تأثير على الدولار الأمريكي وعلى الذهب وعلى النفط الخام اذا اخواني العزاء نبتدع فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس ونلاحظ اخواني العزاء مؤشر الدولار الأمريكي يحاول العودة إلى المناطق الرمادية واذا نجح بالاستقرار أعلى مستوى المئة وخمسة قد نشاهد عودة للدولار الأمريكي ومحو الخسائر السابقة واستهداف لمستوى المئة وستة ومئة وستة فاصلة ستمية خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو التفاؤلي للدولار الأمريكي إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى المئة وخمسة إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوجة اليورو دولار ونشاهد زوجة اليورو دولار يتمحور حول سعر الإغلاق السابق وإذا استقرت الأسعار بالتداول أدنى سعر الإغلاق السابق قل ماذا عن مستوى الواحد فاصلة صفر سبعة ألاف وستمائة وسبعون قد نشاهد إعادة اختبار الواحد فاصلة صفر سبعة ألاف وثلاثمائة والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف يعود الزوج للمسار الرئيسي الهابط إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوجة اليورو دولار ونشاهد الزوج يحاول العودة للمسار الهابط وإذا نجحت الأسعار بالعودة أدنى مستوى الواحد فاصلة خمسة وعشرون ألف وأربعمائة فهذا ينذر بعودة مكاسب الدولار الأمريكي والهبوط إلى مستوى الواحد فاصلة أربعة وعشرون ألف إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الين الياباني نشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال يتمركز أعلى مستوى المئة أربعة وخمسون وثبات الأسعار علىها قد تمكن الدولار الأمريكي من الانتعاش ومحو الخسائر العزان أنتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الفرانك السويس لنشاهد الأسعار تحاول استعادة المكاسب ومحو الخسائر السابقة إذا نجحت الأسعار بعودة المراكز الشرائية على مستوى الصفر فاصلة واحد وتسعون ألف حين سوف نشاهد الصعود صوبة الاثنين وتسعون ألف وخمسمائة و مستوى الصفر فاصلة أربعة وتسعون ألف إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوجة دولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي نشاهد الاسعار اذا استقرت اعلى مستوى الصفر فاصلة 65800 سوف نشاهد استئناف الصعود مجددا ولكن هناك ضغوط بيعية ومحاولات لاستعادة المكاسب للدولار الامريكي والذي لن تستمر الا بكسب مستوى الصفر فاصلة 65800 اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الامريكي ونشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال تداول تحت الضغط وبقاء الاسعار واستقرارها ادنى الصفر فاصلة 60300 سوف يؤهل الزوج لاستئناف موجة البيع الى مستوى الصفر فاصلة 59000 اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد الزوج حتى زال تداول في ظل السيناري الاجابي ومثلما ذكرنا سابقا ثبات الاسعار اعلى الـ 1.36000 ورجح الكفة الاجابية الذي تستهدف الـ 1.38000 و 1.400000 اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل زوج الباونديا الملاقب بالمجنون وهو الآخر لا يزال تمسك بالمكاسب وثبات الاسعار اعلى مستوى 192.700 يرجح الكفة الاجابية الذي تستهدف مستوى 196 ومستوى 200 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج اليورو ين ونشاهد الزوج حتى اللحظة بتماسكها اعلى مستوى 165 لا يزال يرجح الكفة الاجابية الذي تستهدف مستويات 168 و 1.700 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجنيل استرليني ولا يزال السيناريو إيجابي هو المرجح على الصعيد الفني وثبات الأسعار أعلى مستوى الصفر فاصل إلى 85500 يرجح الكفة الإيجابية الذي تستهدف الـ 86500 على المدى القصير إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونلاحظ أخواني لعزاء جميع التراجع الماثل أمامكم لا يزال يصنف في طور التصحيحات ولن يشهد الزوج وتشهد الليرا التركية تحسن حقيقي مقابل الدولار الأمريكي إلا بكسر مستوى 32 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد وثبات الأسعار أعلىها لا تزال تؤهل الدولار الأمريكي لاستعادة مكاسبه واستهداف 32 ليرا ونصف و33 ليرا على الميديم تيرم إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي نشاهد البيتكوين يتمحمر ويقف بالقرب من مناطق المستويات الهامة مستوى الحجز النفسي الهام هو مستوى 63 ألف و400 دولار والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف نتوقع تداولات سلبية للبيتكوين تستهدف 60 ألف دولار و58 ألف دولار على المدى القصير وعلى الميديم تيرم قد نشاهد 52 ألف دولار ولا سبيل للنجاة من الهبوط المحتمل والمرجح إلى التماسك أعلى مستوى 63 ألف و400 دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الإثيريوم مقابل الدولار الأمريكي يرجح السيناريو السلبي الهابط إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد أخواني لعزاء الذهب بعد أن فشل بتخطي مستوى 2330 دولار مقابل الأنصة الواحدة والذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا في التحليلات السابقة نشاهد الذهب يعاود الهبوط مجددا مقتربا من مستوى الدعم الحديدي الماثل عن مستوى 2300 دولار مقابل الأنصة الواحدة والذي إذا نجح تلسعار بكسرة سوف نشاهد دخول الذهب في ظل موجة بيعية تستهدف مستوى 2250 دولار وقد نشاهد 2180 دولار قبيل أسبوع المؤشرات للأرقام القياسية الخاصة بقياس التضخم على الدولار الأمريكي الذي سوف تكون في الأسبوع القادم فحتى اللحظة أخواني العزاء بثبات التداولات على المدى القصير أدنى مستوى 2330 دولار لا يزال يضع الذهب تحت الضغط والذي لن يستأنف الموجة البيعية التصحيحية إلا بكسر مستوى 2300 دولار وتحقق جميع شروط الكسر على فريم الأربع ساعات وبإذن الله سوف أتابع معكم من خلال التحديثات قصيرة المدى من خلال قناة الواتساب والذي يمكنكم الانضمام إليها من خلال الرابط المرفقة في صندوق التعليقات أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام نشاهد النفط الخام لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى مستوى 81 دولار مقابل البرميل الواحد لا يزال يرجح الكفة البيعية والذي لن تستانف إلا بكسر 78 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة وتعود الفضة لتعيد اختبار مستوى 27 دولار والذي إذا نجحت الأسعار بكسره سوف تعود الفضة لتتجرد من مكاسبها وتستهدف 26 دولار و24 دولار ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي لا يزال الغاز الطبيعي يستمر بمكاسبه وثبات الأسعار على مستوى 2 دولار لا يزال يرجح السيناريو الإيجابي الذي يستهدف مستوى 2 دولار فاصلة 30 سنت و2 دولار فاصلة 60 سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونشاهد مؤشر الداو جونز يرتطم بالمقاومة الهامة هي مستوى 39 ألف والذي إذا نجح بتخطيها سوف يستمر بمكاسبه صوب مستوى 40 ألف ولكن فشل تخطي 39 ألف وعودة الأسعار أدنى 38.839 والذي يعد هو سعر الإغلاق السابق سوف يدخل الداو جونز في ظل موجة الصحيحية هابطة تعيد اختبار 38.220 على الميديم تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندردان بورز الاسبي 500 نشاهد أن الاسبي 500 يصل إلى مستوى 5200 والذي إذا نجح بتخطيه سوف نشاهد استيناف الصعود إلى 5400 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي نشاهد النازدك بثباته على 17600 هو يقترب من تحقيق مستوى 18200 والذي إذا نجح بتخطيه سوف تستمر المكاسب لتستهدف 19200 ولكن بقاء الأسعار أدنى مستوى 18200 قد يدخل النازدك في ظل موجة تصحيحية هابطة وتعيد اختبار مستوى 17800 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الرسيل ونشاهد أخواني العزاء مؤشر الرسيل الأمريكي لا يزال يتداول في ظل السيناريو الإيجابي وبقاء الأسعار على سعر الإغلاق السابق الماثل عند مستوى 2061 لا يزال يرجح الكفة الإيجابية الذي يستهدف مستوى 2100 و 2175 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر فوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي حتى اللحظة لا يزال يتمتع بالإيجابية وثبات الأسعار على 8300 يرجح الصعود نحو مستوى 8600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر داكس الألماني نشاهد الداكس بثباته على 18000 لا يزال يسطر المكاسب وإذا نجحت الأسعار بتخطي 18400 سوف نشاهد امتداد المكاسب إلى 18800 و 19200 على الميديم تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي نشاهد الكاك هو الآخر يستعيد المراكز الشرائية وثبات الأسعار على مستوى 8000 لا يزال يرجح الكفة الإيجابية واستهدف مستوى 8200 و 8350 و 8500 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكي الياباني نشاهد النيكي حتى اللحظة لا يزال يتداول أعلى مستوى 38000 وثبات الأسعار علىها لا تزال تؤهل النيكي للصعود صوب الـ 40,000-42,500 على الميديم تيرم ولن يلغى هذا السيناريو إلا بكسب مستوى 38000 إذن أخواني العزاء هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي يمان الله